منذ عام 2003 والحد اللحظة والأحزاب يومياً تلد أحزاب والكتل تولد تحالفات وتجامعات وتوافقات رسالة إلى كل من ينتمي إلى حزب رسالة إلى كل من ينتمي إلى كتلة رسالة إلى كل من يفكر في الاندماج أو التحالف تزامناً مع قرب الانتخابات ما فائدة أحزابكم ونحن يومياً دماؤنا تسيل على أرضنا ما فائدة أحزابكم وشيوخنا بلا علاجات مزمنة وشبابنا عاطلين عن العمل وأطفالنا بالتقاطعات المرورية ما فائدة أحزابكم وسيادتنا مخترقة من الدول المجاورة والمشكلة أثرت على مجتمعنا وتعاطفة ناس تلقاها مؤيدة لإيران بسبب مذهب وناس تلقاها مؤيدة للسعودية بسبب مصلحة ومن تصير مجزرة بالعراق ما تلقا لا السعودي ولا الإيراني سيل عليك وواساكم مصيبتك ما فائدة أحزابكم وشعبكم ما محصل على أبسط حقوقه مفردات البطاقة التامونية توصل تألفة ومنتهية الصلاحية رواتب الموظفين والمتقاعدين بدل ما تتوزع بشكل شهري صارت كل أربعين يوم وتحسسوا أنه أنتم متفضلين عليهم ما فائدة أحزابكم وابن الموصل إذا ما بايع التنظيم يموت من الجوع لأنه ببساطة ما حافظت لا علي ولا على عائلته ولا خليتوا يعيش على أرضه بكرامة ما فائدة أحزابكم وأهلنا النازحين حتى بمخيماتهم ما عرف تتوفروا لهم المكان الذي يحافظ عليهم من برد الشتاء ومن حر الصيف لدرجة أنها صنفت بالأسوأ وتنعدن فيها خدمات العيش البشري ما فائدة أحزابكم والشعب أصبح على يقين بأنه مفخخاتكم بكل صلافة هي التي قتلت الشعب العراقي بجانب الكرخ والرصافة ما فائدة أحزابكم وأنتم من تحسون نفسكم من فلسين تأججون الطائفية حتى تتفرجون على السن يخاف يروح للنجف وتتفرجون على الشيعي يخاف يزور خوب الرمادي ترجمة نانسي قنقر